لو ترك الصلاة فإنه استكبر عن عبادة الله لو امتنع عن أداء الزكاة امتنع عن الصلاة عن الصوم امتنع عن الحج أساء إلى والديه لم يصل أرحاما لم يصدق في حديثه كل هذا وقع فيه الإنسان في الاستكبار عن عبادته الاستكبار عن دعائه إن الذين يستكبرون عن عبادة فيأنفون عنها وذكر الاستكبار ليس حصرا للأسباب بل هو أعظم الأسباب قبحا وأشرها صورة ويلحق به كل أسباب ترك عبادة الله عز وجل